الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يغم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالفين بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن قلبهم سدًا فأرشيناهم فهم لا يتصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لن تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة هو وأجر كريم إنا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثى وخموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المغسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزتنا بثالث فقالوا إنا إليهم مغسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنظمنكم وليمسنكم منا عذاب أذين قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسهدكم أجرا وهم مهبدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه تفجعون أأتخذ من دونه آلهة ومن يرثني الرحمن بضل لا تذب عني شفاعة لا تذب عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل جهور الجنة قال يا ليت قوم يعلمون قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستنسرون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحلينا وأخرجنا شكرا